من جديد بجد اتحاب الكابتن ايمن شاو وضيوف القرام بكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان اتولى المهمة أو عادل المهمة في الظروف صعبة والظروف ما خدمتوش ان يكون اول مواجهة امام النادي الاهلي وقابليها غايب او الفريق ما بلعبش مباراة لمدة 40 يوم لكن كان على قدر المسئولية وتحمل المسئولية هو الكابتن هيسم شعبان مدير فن النادي السراميكا كابتن هيسم برحب بك على شاشة قناة النادي الاهلي وقبل من اتكلم على اللقاء واحداث اللقاء امر يحسب لكابتن هيسم شعبان انه تولى المهمة في الظروف صعبة ورجع وتولى بنداء نادي سراميكا في البداية امر يحسب لكابتن هيسم شعبان والاخليك طبعا ده واجب علي انا نادي سراميكا لبطرة بعتبره نادي بيتي يعني احنا كنا شركات نجاح فترة زمنية صعبة فطبعا وقت ما يطلبني لدي سراميكا لبطرة خصوصا لسياد النائب محمد ابن عين والاستسطرة ابن عين في اي وقت تحت امرهم في اي وقت يعني فعلا زي ما انت ما قلت ظروف الفريق كانت قبل مباركة صعبة جدا قبل كمان الاثنين واربين يوم كان فيه غيابات كتير جدا كان عندنا اصابات تتمثل في محمود شخري الجول التاني وده كان اهمها يعني على اعتبار ان عامل عامل بسهولة كان موجود وفي صالح جمعة طبعا وفي شريح سين وفي شريف دابو وكان طبعا غايب للإقاف محمود نبي الفخمس غيابات كتير على فريق يعني احنا بنحاول اول سنة لنا دوري ممتاز بنحاول نقدم حاجة كويسة ولكن في النهاية احنا مردنا بظروف صعبة قبل مورا واحداث المورا كمان كانت صعبة جدا قدام فريق كبير ببرك لهم طبعا نادي الاهل النهاردة ببرك لكل جماهيره ومجلس دورته وعائبته وجهازه الفني لكن الحمد لله نحمد ربنا صفحة يعني كاتت صعبة جدا بالنسبة لنا مكنش متوقعينها بالشكل دوت ولكن ان شاء الله احنا عندنا مرش كمان يومين نبدأ نشعر من دلوقتي كابتن هيسم لقيت مبارا في الدور الأول أمام النادي الاهل الجامعة أشاهد بالكابتن هيسم وبالنادي سراميكا كانت مبارا من أنت عمورات الدوري وكان جيم مفتوح لإصابات اللي كانت عندك معظمها في الشرق اليجومي دي طاقت على التشكيل النهاردة اللي بفي نزعة دفاعية أيضا فوضح تأثير لعبة بدنيا بالفترة التوقف لمدة 40 يوم حقيقي ده كان فعلا يعني كان مؤثر عنيها بشكل سلبي بشكل كبير جدا أثناء المباراة لكن كمان برضو متساشل ان احنا دخل في نجول في الدير 4 والطرد مننا عامر عامر في الدير 14 ويعني ده نقصنا كنا نلعب نعصفين من الدير 14 وده من الاهلي برضو وموضوع صعب جدا وإحنا كمان متأخرين فيعني لعبة كانت مستعجلة كمان هي ترجع للجيم وكانت ممكن نرجع في آخر دقيقة في الشوط الأول لكن يطلبت منه وإنهم يهدوا لأنه طول ما إحنا مستعجلين للرجوع للجيم ممكن أن نتيجة توسع وده لحصل بالفعل كان نفسي اللعبة كانت تهدى شوية وكانت تصبر ما تستعجلش الرجوع يعني للجيم لكن طبعا إحنا بلعب فرق كبير وبيلعب النهاردة ماتش مع ندوش فهيت أنه يضيع بونت فكان مصرع لأنه يحصل على ثلاث بونت من أول دقيقة وكان أحداث المبارا وكانت ضدنا بشكل كامل وكانت عكس اتجاه اللي إحنا كنا نشغلنا عليه لكن الحمد لله حصل خير يعني الحمد لله النهاردة بتدفع بحارس ناشئ أو الزور فرد تدفع بحارس ناشئ هو حمزة معوض كابتن محمد الشناوي أهدايا قميصه إيه أهم الكلمات أو التعليمات اللي ديتها له خاصة لأول مباراة رسمية الحمزة حمزة مكسب كبير جدا نهاردة من أهم مكاسب مباراة نهاردة هو كان حمزة وبعض برضو لأداء الرجول الجماعة اللي عيبة بغض النظر عن النتيجة اللي وسعت بدون أي داعي لكن الحمد لله طبعا حمزة من قلت لك من أهم المكاسب النهاردة وهو فعلا حارس مرمى واعد جدا جدا وإن شاء الله يعني يكون لي فرصة تكون في ظروف أحسن من كده إن شاء الله أخيرا شايف مواجهة النادي الأهلي في ظل إن خلاص مرحلة الحسم والنادي الأهلي مش عنده أي وقت إنه يفرط في نقطة كانت أمر صعب جدا بالنسبة لكم أكيد طبعا في الظروف العادية اللي موجدت أن الأهلي صعبة فما بالك بقى لما يكون في الرابع الأخير من المسابقة وصراع البونت بقى شديد جدا فأكيد طبعا الموضوع بيبقى صعب شوية لو أفر منك تصريح أخير شايف الدوري رايح لمين لا الموضوع يفضل لغاية أخر أسبوع أتصور أتصور كده شكرا كابتن أيس شكرا لك كابتن أيمن داك اللقانا مع الكابتن هيسم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا اللي طلع وتكلم بكل جراءة وكل دروق إحترام عن اللقاء وعن عاقب الهزيمة بأربع عداف من النادي الأهلي أمر يحسب للكابتن هيسم شعبان طبعا مبروك للنادي الأهلي والبتوفيق لفريق سيراميكا في القادم من المباريات من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شاوي وضيوفه الكرام